حسام حبيب طلع معي حق في الكلام اللي قالوا عنهم وهم بعوني وأبضوا التمن وهاخد حقي منهم ورفاق قضية عليهم بتصدقوش أي كلمة قالها محمد عبدالوهاب جدل كبير أثرته الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد خلافات جديدة حصلت ما بينها وبين أخوها محمد عبدالوهاب بتوقع المتابعين أن الخلافات اللي حصلت بين شيرين وأهلها هتتحلب مجرد انفصالها عن حسام لكن الخلافات اتطورت وزادت ما بينهم وكالعادة خدت شيرين صف حسام حبيب ووقفت في وش أهلها كمان لجأت القضايا علشان تاخد حقها منهم فأترى إيه اللي حصل وإيه هو سبب الخلاف ما بينهم المراتي البداية كانت مع تداول تسريبات من تليفون حسام حبيب بيتكلم فيه عن سرقة أخو شيرين ليها وإنه باعي سوشيال ميديا بتاعتها وده اللي خلاها مش عارفة تتواصل مع الجمهور بتاعها طبعا مع انتشار التسريبات على سوشيال ميديا طلع حسام حبيب ورده وأكد ان التسريبات اتخذت من تليفونه وانتشرت بدون علمه وهيقاضي اللي كان السبب في نشرها وأكد موضوع سرقة أخو شيرين ليها وقال في تسريحاته أنا ما صرحتش بالكلام دي حاجة تصربت من موبايلي عن طريق السرقة ومحتوى الموضوع إن أخوها مضى توكيل بأثر رجعي إنه يتنازل عن السوشيال ميديا بتاعت شيرين بدون علمها التوكيل ملغي وده تقدم بيه بلاغ رسمي للنائب العام وأنا ما بقولش كلام مرسل أو اتهامات مش موجودة لكن شيرين مقدمة بلاغ عن طريق المحامي ياسر قنطوش وأعتقد الناس بدل ما تهاجم المفروض تفهمين السبب في منع شيرين النهاردة عن التواصل مع جمهورها وإنها تنزل أغاني جديدة أنا ما أصدتش التصريح أنا بتكلم في محادثة خاصة على تليفوني إن حد يصربها وينزلها ده شيء غير أخلاقي وطبعا قدام كلام حسام حبيب واتهامه لأخو الشيرين بإنه سرق سوشيال ميديا بتاعتها قرر هو كمان يطلع له ويأكد إنه بريء من كل الاتهامات وإنه كل اللي تقال مش حقيقة ونشر بيان آل فيه سيتم اللجوء للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من نشر تلك الأكاذيب صاحب التسجيل الصوتي أين كان شخصه يتعمى تناول الشأن الداخلي لأسرتنا من أجل دوافع مغرضة دون الخوض في تفاصيل جميع الاتهامات ومحاولات التشهير الوردة برسالة صوتية سبق تناولها جميعا في ساحات القضاء وثبت بما لا يدع مجالا للشك كذب تلك الافتراءات وعدم مصداقيتها سواء فيما يخص حياتها الشخصية أو حياتها العملية الغريبة أن أصاد الخلافات اللي حصلت بين حسام حبيب وأخوها من بعد ظهور التسريبات وهي ملتزمة الصمت تماما وما بتاخدش أي رد فعل لحد أما قررت هي كمان تطلع ترد في تسجيل صوتي لها المفاجأة أنها كالعادة قد تصفح حسام حبيب وهجمت أخوها محمد وأهلها وقالت أنهم باعوها وأبضوا التمن أنا فجأت باللي حصل على سوشيل ميديا من محمد أخويا وحسام حبيب وأردت التأكيد أن كلام حسام مظبوط جدا وأخويا فعلا بعد التصريح اللي نزل نزل من محامي محمد اللي مستولي على سوشيل ميديا ومضاله على عقد بيخليه استفيد من السوشيل ميديا بتاعتي وسط كل الهجوم اللي بتعرض له أخوه شيرين سواء منها أو من زوجها السابق حسام حبيب فجأ المطرب تامر عشور الجمهور بأنه هو كمان دخل على خط الخلاف بين شيرين وأسرتها ودفع عن أخوها بحكم العشرة اللي ما بينهم وقال تامر عشور في منشور لي كل اللي قد رأقوله في موضوع شيرين عبد الوهاب أن ما فيش كلمة واحدة بس من اللي تقالت واتنشرت صح أنا قريب من أهل شيرين ووالدتها وأخوها أنا برضو بقولها أني بحبها وكل الدنيا بتحبها وبتحب فنها أهل شيرين ما ظهروش في حياتها غير آخر سنتين ثلاثة أهل شيرين هم أهل شيرين من زمان كل النجاحات شيرين كانت وسط أهلها وناسها اللي بيشلوها من على أرض شيل يا رب يا بعد عنها كل خبيس وأناني وفاشل وممثل هي قطيب منهم كلهم وهما اللي وقعوها في كل مشاكلها أنا كانت تعيش وملح في بيتها وفي بيت أمها وأخوها وكان لازم أقول الكلام ده علشان الكلام ده هو الكلام الحقيقي ولا كلمة من اللي تقالت وتسمعت لها أساس من الصحة أهل شيرين هم أهل شيرين من زمان قوي بالعقل كده ورغم كلام تامر عشور ودفاع عن أهل شيرين لسه الخلافات ما بينهم مستمرة فأترى شيرين هتغير موقفها من أهلها وتتصالح معاهم ولا هيفضل الخلاف ما بينهم